وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا مراسلتنا في بيروت كلودي أبي حنة كلودي أهلا بك هل اتضحت ملامح ربما يمكن البناء عليها للقول بأن تشكيلة الحكومة قد اقتربت ويترجم التفاهم بين الرئيسين عون والحريري على أرض الواقع في الواقع هناك ظروف تساعد على أن يكون هناك جو إيجابي يتعلق بإمكان تشكيل حكومة لبنانية جديدة فالاتصالات الدولية المتعلقة بلبنان تكثفت في الأيام الأخيرة وأبرزها الاتصال الذي أجره الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأيضا التوقع والترقب لنتائج المفاوضات التي ستجرى في فيينا في السادس من هذا الشهر في شأن الاتفاق النووي الإيراني وكل هذا الدعم والضغط والمواقف الأوروبية التي تدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة بالتزامن مع مبادرة الرئيس نبيه بري التي يقوم بها بالتنسيق مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لأن تزداد مقاعد الحكومة اللبنانية من 18 إلى 24 وزيرا وقد كانت هذه التطورات الجديدة المرتبطة بالملف الحكومي موضع الاجتماع عصر اليوم بين البطريارك الماروني والرئيس اللبناني ميشيل عون الذي تحدث وأمل الخروج من النفق الأسود ولكنه أشار إن العقد تتوالد وعندما نحل عقدة تبرز عقدة جديدة ولما سئل متى نخرج من النفق الأسود قال لدى عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج إذن نحن في انتظار المزيد من التطورات ربما المزيد من الاتصالات والاجتماعات واتضاح مواقف الأفريقاء بشكل نهائي خصوصا الرئيسين عون والحريري لمعرفة إذا ما كانت الحكومة اللبنانية الجديدة ستبصر النور قريبا بناء على المبادرة الجديدة للرئيس نبيه بره أم أننا سنعود إلى الوضع الجامد في هذا الملف كلودي أبي حنى مراسلتنا من بيروت شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر